عشاق القطة حول العالم أهلاً وسهلاً بكم أخيراً جاء الوقت المناسب للتحدث عن القطة السيامي طبعاً هذا النوع غني عن التعريف فهو معروف حتى لدى غير محب القطة ومربيها وذلك نظراً لظهره بكثرة على شاشات التلفاز وعلى شبكة الإنترنت أيضاً حيث أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كثيراً ما ينشرون صوره ويستمتعون بالتعليق عليها مع أصدقائهم وقد سبق لنا في وقت سابق أن نشرنا مقطعاً عن أهم صفاته وخصائصه وإذا كنتم مهتمون بمشاهدته فسوف يظهر لكم الآن بالأعلى وكما ستجدون أيضاً رابط مشاهدته في صندوق الوصف وأما في هذا الفيديو الذي نعيدكم أنه سيكون ممتعاً كما عودناكم دائماً سنعرض لكم عشرة أشياء ضرورية للعناية بالقطة السيامية ففرجة ممتعة لكم جميعاً أصدقاء الكرام ما هي الأشياء الضرورية للعناية بالقطة السيامية؟ أولاً لا تتركها وحدها لمدة طويلة إن القطة السيامي تكره الوحدة كثيراً وهذا الأمر معروف بين مربيها إنها تمل من الجلوس وحدها داخل البيت وترغب دائماً في الحصول على صحبة جيدة قد تتحمل الجلوس وحدها لبعض الوقت لكن لا تكثير عليها حتى لا يكون لهذا الأمر تأثيراً سلبياً على نفسيتها والجميل في الأمر أن السيامي لا تمانع أبداً الحصول على صحبة مختلفة نعم إنها لن تمانع إذا تركتها برفقة كلب لطيف أو طائر أليف تأكد فقط من أن الكلب ليس عدوانياً معها وأن الطائر مؤمن داخل قفصه حتى لا يصبح وجبة شهية لها خاصة إذا تأخرت في العودة إلى البيت فبالرغم من أن أغلب القطة السيامية تكون لطيفة مع الطيور إلا أن الاحتياط ضروري وواجب لا تقم أبداً بتجاهل السيامي فهو من القطة التي تجيد التعبير عن مشاعرها وهذا لأنها قطة ذكية بشهادة الكثير من مربيها وفي حالة كنت تقوم بتجاهله فسوف يطلب منك أن تمنحه بعض الاهتمام فهو لن يتردد في مقاطعتك أثناء عملك مهما كان نوع النشاط الذي تكون تقوم به هذا الأمر يجب أن تضعه في الحسبان خاصة إذا كنت تفكر في تربيته معك داخل البيت ونحن نظن أن رغبته في أن تهتم به وتعطيه من وقتك ليست أمراً سلبياً أبداً لأن هذا سيجعلك تشعر بالكثير من الأنس كأنك تمتلك صديقاً وفياً يرغب دائماً في أن تسأل عنه وتتفقد أحواله الشخصية إن تعرض لأشعة الشمس الدافئة لبعض الوقت وفي كل يوم سيكون أمراً ممتعاً لقطك السيامي وليس هذا كل شيء لأن حمام الشمس سينعكس بالإيجاب على صحة قطك الجسدية أيضاً فالتعرض لخيوط الشمس الغير مبالغ فيه سيجعل فروه صحياً أكثر كما سيقلل إمكانية إصابته بالفطريات التي تعتبر أمراً مزعجاً للقط ولمربيه أيضاً رابعاً نوع لها الأكل الأكل هو النشاط المفضل لكل أنواع القطة الموجودة حول العالم الكبيرة والصغيرة والنحيفة والسمينة وليست القطة وحدها من تحب الأكل طبعاً فكل المخلوقات تعتبره هوايتها المفضلة التي لا تستطيع العيش من دونها إن تنويع الأكل للسيام بين الأكل الرطبي والجاف هو أمر ضروري حتى تعيش قطتك السيامية حياة طويلة وصحية وأيضاً الطعام المنزلي مثل الدجاج المطهو على البخار أو المشوي سيكون جيداً لها ولا مانع في إعطائها وجبة أو اثنين من السمك في الأسبوع مادم لا يشكل لها أي أعراض جانبية إن تجمع بقايا الأكل على الأسنان يسبب مشاكل عديدة لقطتك الأليفة إن عدم العناية بأسنان السيام قد يجعله يصاب بالتهاب اللثة وهذا الأمر قد يجعل رائحة فمه كريهة إن هناك معجون وفرشات أسنان خاصين بالقطت إذا قمت بإحضار السيام صغير دربه منذ صغره على عملية فرش الأسنان حتى تصبح العملية مثل لعبته المفضلة هناك معجون خاص بالقطت ولا تستعمل معجون الأسنان الخاص بك مع صديقك الأليف لأنه قد يؤديه كثيراً وهناك أمر آخر وهو أن طعام القطة الجاف إذا كان بجودة جيدة فهو يكون مفيداً لصحة أسنان قطك وإذا لم تنجح في تدريبه على فرش أسنانه فسيكون من الجيد أن تأخذه لزيارة البيطري من حين لآخر وذلك حتى تتأكد من سلامة فمه وخاصة إذا لاحظت وجود رائحة مزعجة سادساً فرو الصيامي من أكثر الأمور التي تشد انتباه عشاقه إن لونه جذاب جداً وهو متناسق مع لون عيونه ووجهه اللطيف مما يجعله يبدو مؤدباً وأليف وإغفال العناية بهذا الشعر الجميل قد يجعله عرضة لتكاثر الحشرات أو الإصابة بتساقط الشعر مشت شعره بشكل منتظم فهذا مفيد لصحته كما أنه سيقوي علاقة الصداقة بينك وبين قطك الأليف تخصيص وقت للعب معها القطة الصيامية مرحة جداً وشديدة النشاط في الحقيقة هي سوف تضغط عليك للعب معها اللعب مع قطك الصيامي من ضروريات العناية به وإغفال هذه المسألة ليس جيداً لأنه قد يصاب بالاكتئاب إلعب معه أكثر من مرة في اليوم وأظهر له كما أنت مهتم به فهو من الأنواع التي تحب أن تسلط الأضواء عليها ثامناً فهم تعبيراتها الصوتية لعل كثرة الموائي هي من أكثر ما يلاحظ على القطة الصيامية فهي ليست خجولة أبداً حتى مع الغرباء عليها إذا شعرت أن هناك شيئاً ليس على ما يرام فسوف تقوم بالمواء إنها كثيرة المواء لهذا هي تصنف على أنها قطة معبرة وقد سبق لنا شرح معاني مواء القطة في هذا المقطع الذي سيظهر لكم الآن بالأعلى يمكنكم مشاهدته إذا أردتم معرفة معاني أصوات قطتكم الصيامية وحاول دائماً أن تفهم تعبيراتها الصوتية لأنها دائماً تعبر عن شيء ما تنظيف صندوق فضلاتها هذه النصيحة قد تطبق على جميع أنواع القطة فالقطة نظيفة هي لا تحب قضاء حاجتها في مكان متسخ فإذا أردت أن تحبك قطتك فلا تقم بإهمال تنظيف صندوق الفضلات وأيضاً لا يجب وضع صندوق الفضلات قرب مكان تقديم الأكل ربما أنت تعلم هذا لكن النصيحة موجهة للمبتدئين في تربية القطة الصيامي وسيكون من الجيد أن يكون الصندوق موضوعاً في مكان جيد التهوية وذلك حتى لا تزعجك الرائحة التي قد تنبعث منه أخيراً عدم إهمال تطعيماتها هناك من يؤمن بأن القطة لا تحتاج للتطعيم أبداً لكن بالمقابل هناك من يرى أن التطعيمات ضرورية من أجل تقوية مناعة القطة الصيامي ونحن أيضاً نرى أن التطعيمات جيدة ولا يجب تجاهلها بالمرة وأنتم أصدقائي أخبرونا في التعليقات هل قطتكم مطعمة أم ليست مطعمة وإذا عندكم أي إضافة ضرورية للعناية بالقطة الصيامي شاركوها معنا في التعليقات إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر